السيدة منار زوجة الشهيد وارمالة الشهيد البطل احمد منسي اولا كل التحية لحضرتك كل التحية لأسرتك الكريمة زوجة بطل عظيم ضحة عشان كلنا زي ما حديك لسه بتتكلمي كل التحية ليك مرة تانية بحضرتك يا فندم يوم صعب ولكن يوم بنفتكر زي ما احنا فاكرينهم عمرنا ولا ابدا لا هننسينا ولا هننسينا ولا هننسي ابطالنا وشهدائنا اكيد اكيد نهاردة بتتذكري زوجك العظيم اللي ضحة من اجل هذا الوطن الغالي اكيد يا فندم عمرنا منسينا ولا حد عمرنا نسيه الحمد لله ولا حد هينسيه ومصر كلها فاكراهم وفاكرا شهدائها ومش هتنسيهم ما فيش يوم محدد نقدر نقول فيه نقدر نفتكر شهيد وبعد كده ولما بنقول يوم الشهيد هو 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 رمز ولكن هو احنا بنتكلم على شهداء لكلهم صحيح ولما بنقول منسيه هو رمز برضو لكل الشهداء لان ما فيش حد فيهم اقل من التاني ابدا عند ربنا فخورة انك زوجة شهيد اكيد طبعا اكيد ولادك كمان فخورين بابوهم فخورين جدا الحمد لله وعايشين في هذا الفخر طولهم رناو ساب لنا يعني طولهم يقول ساب لنا تاركة كبيرة قوي من الفخر جد الحمد لله الناس كلها يعني معاكوا كأسر شهداء ويمكن ايضا الشهيد احمد منسي ايضا من الحاجات اللي كانت مؤسرة ايضا لدى كل المصريين ما حدش يا فاندم بجد من جميع طواقف الشعب المصري سايبنا بجد وده بقى اللي بيخليني فعلا ناس كتير قوي بتكلمني في كل وقت بقولهم انا بشكركم احنا عايشين بيكم وباللي عملتوا معنا يعني من الرئاسة بقى للجيش لجميع يعني مرافخ الدولة مفيش حد سايبنا ده بيظهر يعني مدى طيبة الشعب المصري وأخلاقه وعظمته واتحاده ده بيخليني احس ويمكن انا كنت بكلم حد من يومين وقولت له اعذرني في الكلمة بيخليني احس ان فعلا تضحية اللي شهداءنا عملوها يعني كاتف محلها فعلا ان الشعب المصري يستاهل التضحية للشهداء عملوها عشان مصر في المقام الاول وعشان شعبها يعني حسين بالتفاف الناس حواليك وكل المسؤولين والشعب كمان اه طبعا حسين بهذه التضحية قدي قيمتها قدي عند الناس فعلا فعلا محدش سايبنا ومحدش مؤثر معانا الحمد لله بشكرك شكرا جزيلا تعالوا نشوف كمان